على الرغم من الانتباع السيء حول تداولات شهر سبتمبر في كل الأسواق العالمية بأن الأسوأ بين كل شهور العام. إلا أننا نستطيع أن نرسل تحركات الأسواق الخليجية في الربع الثالث بالمجمل التي كان من ضمنها شهر سبتمبر. وتفوقت فيها عدد كبير من الأسواق سواء العربية أو الخليجية بالمنظور التالي. كان لدينا الربع الثالث متفوق وسجلت فيه جموع الأسواق الخليجية ارتفعت في حجم السيولة بمعدل 7 في المئة. لتصل إلى 173 مليار دولار مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. إذا ما نظرنا بالطبع إلى الشكل الكلي لتوزيع السيولة. نجد السعودية تستحوذ على الرصيد الأكبر بـ 68 في المئة. يليها سوق أبوظبي 17 في المئة. الكويت 7 في المئة. دبي وكذلك قطر بحدود 4 في المئة من حجم هذه السيولة الكلي. ونتابع أيضا في الأداء الربعي لهذه الأسواق. إجمال القيمة ارتفعت لدينا بمقدار 2 في المئة. حققت مكاسب سوقية مجتمعة تصل إلى 88 مليار دولار. لدينا الربع الثالث لوحده حصد 4 تروليونات و50 مليار دولار من مجموعة القيمة السوقية لبورصات الخليج. ونتابع أيضا في حركة الأسواق. أي من المؤشرات كان صدا في الربع الثالث. هو الأفضل المكاسب السوقية للسوق السعودي. بلغ 13 مليار دولار هو أفضل أداء ربعي له طيلة هذا العام. يعني الربع الثالث في السعودي كان أفضل من الثاني والأول. ارتفع المؤشر بقرابة 5 في المئة. على الرغم أنه أغلق آخر جلسات شهر سبتمبر كاسر لمستوات الـ 12 ألف وثلاثمائة نقطة. لكن استطاع أن يصل إلى هذه المستوات. وتحديدا مع بداية هذا الفصل. ثم مر كما نلحظ في قناة أفقية جانبية كانت تتسم فيها بين مراحل الارتفاع والتراجع. لكن أفضل مناطق السعرية في الربع الثالث فعلا سجلها كان ضمن شهر سبتمبر. يعني بداية الربع ونهاية الربع كانت تتشابه في الأداء. نذهب إلى سوق أبوظبي العاصمة الإماراتية في الربع الثالث. سجل مكاسب بطيلة الربع أربعة في المئة. أضاف في المكاسب السوقية 37 مليار دولار. وهي أعلى مكاسب ربعية منذ العام 2022. ننتقل إلى مؤشر آخر في الأسواق الخليجية. ونتابع البورصة في قطر. ارتفع فيها لدينا المؤشر في الربع الثالث ستة ونصف في المئة. هي أعلى مكاسب ربعية في عامين ونصف. والمكاسب السوقية ارتفعت ب 12 مليار دولار. واستطاع السوق أن يغلق جلسة سبتمبر عند العشرة ألاف وستمائة نقطة. وإذا ما لاحظنا طيلة هذا الربع هو أفضل مستوى سعري للسوق في قطر. وسجلوا في نهاية تداولات شهر سبتمبر في آخر جلسة. والتي كانت الأفضل أداء في سبتمبر والأفضل أداء في الربع الثالث بالمجمل. سوق دبي المالي سجل لدينا أعلى إغلاق ربعي في عشر سنوات. وارتفع من بداية العام قرابة أو من بداية الربع عفوا قرابة 12 في المئة. أضاف إلى رصيده كما كاسب سوقية 22 مليار دولار. ولكن ننظر إلى هذه المستويات عندما أتحدث عن أعلى إغلاق ربعي في عشر سنوات. الأربع عادة ممكن تعطينا إما ربع كان متراجع أو مرتفع. نحن سجلنا مستوى الأربع ألاف وخمسمائة. على الرغم من الإغلاق في جلسة نهاية الشهر على تراجع محدود. مؤشر الكويت الأول ارتفع في هذا الربع بقرابة 22 نقطة. أو يحقق مكاسب سوقية وصلت إلى أربعة مليارات دولار. ليست أفضل مناطقه السعرية. كان أفضل شيء حققه في بداية الربع الثالث لدينا. عند مستهدفات كانت قد قاربت ملامسة الثمانية ألاف نقطة. ولكننا أنهينا الربع على السبعة ألاف سبعمائة نقطة. وكان السوق الكويتي طبعا آخر جلسات تداوله قد حقق لدينا في المجمل سيولة. وتخطط المائة وثلاثة ملايين دينار كويتي في آخر جلسات تداول. المؤثرات على الأسواق الخليج في الربع الثالث. طبعا التوترات الجيوس السياسية بدت بعض الأسواق أكثر حساسية من غيرها. أسعار نفط تراجع 16 في المائة في الربع الثالث. وتتخلى السعودية في الربع الثالث في آخر أسبوع من الربع الثالث. تعلن أنها تتخلى عن المستهدف غير الرسمي عند سعر المائة الدولار للبرميل. لننسى مراجعات الدورية للمسي آي والفوتسي رسل التي أخرجت بعض من الأسهم وأضافت أخرى وأضافت سيولة أجنبية لهذه الأسواق. نهيكم عن خروج أيضا أموال ساخنة من الاستثمارات في أدوات الدخل الثابت. التي كانت تنافس في عوائدها الكثير من الأدوات والمتجات المالية الأخرى. ترجمة نانسي قنقر